تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلاله تناول تطورة الأوضاع في قطاع غزة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب رئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدأوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مصاري تفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وفي ذات السياق بحث رئيسان السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توفر الوقود اللازم والمخابس وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسلمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم بوسالم وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى ألية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع السرعة شكرا